إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قبل أن نبدأ معكم في الديكونتور سانكرون سوف نرى بعد واحد البرتلوجيك المهم اللي هو البرتلوجيك ديال اكس نار هذا ما كنتش شفته معكم في الكمبيناتور ولا أني غدي نحتاجوه بزاف يعني في هاد ديكونتور سانكرون هاد اكس نار هو فقط العكس ديال القزار لكنا شفنا في الكمبيناتور هناك تذكير القزار صنبول دياله وهذا ديال بحل شكل ديال اور غير زايدة في واحد الشرطة هنا اللي كتعني ديال اكس نقصدو بها اكس اور اللي هي القزار واضح نحطو هنايا واحد طابل دو فيريتي هنايا لانطري ا لانطري ب الى صورتي اس الى صورتي اس بار نحطو لكم بنزون ديالنا بطريقة عادية 0 1 0 1 هنا جوج ديال لي 0 وجوج ديال لي 1 دونك احنا في طابل دو فيريتي اللي كنعرفو ديال القزار شنا هو هو انه الى كان 0 0 كيعطينا فلاسورتي 0 الى كان 0 A كيعطينا A الى كان A 0 كيعطينا ايضا A الى كان A A كيعطينا 0 و كنت قلت لكم يعني على انه دير بحل شكل ديال ذا ايفيان يعني ذا ايفيان في الالكترونيك قلنا هو هو القزار هاد البرتولوجيك يلعب الدور ديال ذا ايفيان تخييبين امغلكم تعاودوا تديروا تذكير تعاودوا تشوفوا هاداك الفيديو كان هو الفيديو رقم 28 ايه 28 اكزاكتومن في الكمبيناتور راكنا تطرقنا فيه يعني لهاد النقطة ديال القزار بالنسبة للكواصيون ديالنا يعني نحاولو نخرجوها من هاد الطابلو عدنا اس تساوي ا بار فو بي زائد ا فو بي بار بين ايك هنا ايك اللحظو عدنا 1 في ا فيها 0 و ب فيها 1 ذاك شيء ليش قلنا ا بار فو بي بالنسبة لهاد السطر التاني عدنا فيه ا فيه 1 و بي فيها 0 ذاك شيء ليش قلنا بلوس ا فو بي بار دابا هاد الايكواصيون ديالنا كان قدروا نكتبوها بطريقة مختصرة ليهي اس تساوي ا قزار بي وهادي هي الايكواصيون ديالنا ديال القزار بالنسبة لهاد اكس نار السامبول ديالو وهذا يعني ديال بحل القزار نيت غير زايدة فيه هاد ان هاد النو واضح؟ زايد فيه النو المعنى ديالو شنه هو؟ هو العكس ديال القزار يعني هنايا لكت عدنا اس فيها 0 اس بار غايكون فيها 1 إلا كان هنايا 1 غايكون هنا 0 كان هنايا 1 غايكون 0 كان هناك 0 غايكون عدنا 1 الإكواصيون ديالو نحاولو نخرجوها دابا اس بار تساوي كما كان لحظو فهذا السطر اللوول عدنا A فيه 0 وB فيه 0 دونك غادي نكتبو A بار فو B بار بالنسبة للسطر الاخير عدنا A فيها 1 وB فيها 1 دونك غادي نكتبو plus A فو B واضح؟ هادي هي الإكواصيون ديتنا ديال القزار باختصار كنقدر نكتبوها شنه هي؟ كنقدر نكتبو اس بار تساوي A كزار B وكان ديرو لها البار يعني النو واضحوا هادي هي اللي كان نخدمو بها يعني بزاف وهذه تخدمو بها تنتم في القسم بزاف نفهم؟ كنا واحد الكتابة أخرى اللي تقدروا تتلقوها في بعض البوليكوب اللي هي كان قدر نكتبو اس بار تساوي A إكس نوار B كان ديرو يعني واحد النقطة وعليها واحد طويرة كان قصدو بها يعني البورت لوجيك ديال الإكس نوار نفهم؟ ما كما قلت لكم يعني بزاف اللي كانتخدمو في القسم هي هاد الكتابة اللي دورت لكم عليها باللون أزرق يلا شباب انتم منها تكونوا استفتو من هاد الفيديو هاد الإكس نوار عدنا موهيم حيث كما قلت لكم غالي نحتاجوه بزاف فليدي كونتور سان كرون دونك حاولوا تعقلوه هنا يعلى هاد الإكواصيون كيفش ديره يعني كما كتلاحظوا معينا كيكون عدنا A بار فو بي بار زائد A فو بي يعني هنا كيكون هاد الجوج عليهم بار بار وهدي ما كيكون عليهم موالو هادي كتعني إكواصيون ديال إكس نوار بالنسبة لنا كيكون عدنا A بار بي عادية زائد A كتكون عادية و بي بار يعني دائما كيكونوا متخالفين وضح هادي إكواصيون ديال الإكس نوار ولكن نقولوليها الغزار يلا شباب ما تنساوش التقطع على زر اللايك تشجيعكم لنا على تقديم المزيد وشاركوا الدروس مع الأصدقاء ديالكم يلا تحياتي لكم كان معكم الأستاذ الياس موزوني من قناة نيرو أكاديمي وما تغفقنا إلا بالله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله وآله والأحباء محمد رسول الله